مشاكلنا لازم تتحل بداية من تحت قطعات النشئين عشان تطلع لك العيب لازم تطور مدربينك المدربين في مصر قليلين مع احترامي ليهم لازم يكون عندك قاعدة كبيرة جدا من مدربين لازم يكون عندك بنية أساسية أفضل لقطعات النشئين لازم مسابقات قطعات النشئين والبراعم تكون على مستوى أفضل لفرز المواهب وليس لكذب البطولات لازم الدور المصري بشكله بالدرجة الممتاز ألف وابه واجيم كمان الدرجة التالتة احنا مش شايفين كل ده لازم تتحط بصورة أفضل كتير جدا عشان هذا الدور يفرز لك لعيبة على مستوى دول كبير لازم المحترفين اللي تجيبهم يكون على كوالة عالية عشان يعالي لك قيمة الدور المصري لازم يكون عندك رؤية وفيجن لمدة على الأقل من 4 ل 8 سنوات وتمشي بخطة مستقبلية بداية زي ما بقول من تحت لغاية القمة لغاية الفريد الأول بخطة مناسبة جدا لإمكانياتنا في القرى المصرية لازم يكون مصر عندها أكثر من 15 20 25 لعب محترف في الدوريات الأوروبية ما بتكلمش على الطوب لبل بتكلم على الدوري البلجيك الدوري الهولندي الدوري السويسري وانطلع الكلام ده سبقتنا الدول كتيرة غينيا عندها الكاميرون عندها غانا عندها نيجيريا عندها طب إحنا فين من الناس دي؟ يعني فين من الناس دي؟ لازم يحط حاجات تشجع الأندية وحوافز تشجع الأندية إنها تطلع أولادها بره لازم الكلام ده ويكونش هو بطولة الدوري هو الأمل الوحيد إحنا ما بنقولش حاجة آه عندك لعبة محترفة تيجي آه لكن فين؟ فين المواهب؟ النهاردة كنت بتكلم قبل ما أخش الهوى بنتكلم على الأجيال اللي فاتت من لعيبة كبار جدا جدا على مستوى يعني كلنا بنفتكر أجيال كابتن محمود الجوهري ثم كابتن الجوهري تاني 98 ثم كابتن حسن شحاتة بالإنجازات اللي اتعملت وأسماء اللعيبة الموجودة نتاج أنا كنت بلعب منتخب مصر سنة 90 وكان فيه أكتر من 8-9 لعيبة مستوام عالي جدا من أندية الأولومبي والمينيا والمحلة والإسماعيلي والاتحاد مش عايز أقولك كمان أسماء كل ده كانوا نجوم كبار جدا هل هذه الأندية اللي بتكلم عليها دلوقتي بيطلع لعيبة على مستوى عالي مستوى احترافي على مستوى دولي مع احترامي لأ لإني كمان عندها مشاكل كتيرة جدا على مستوى الفلوس على مستوى الرعاية وعلى 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 هل إحنا في السنوات اللي فاتت قدرنا نطلع غير محمد صلاح آه فيه نيني وفيه حجازي وفيه فيه بس تتكلم على 5-6 لعيبة مصر فيها 100 مليون مش قادرين نطلع 25-30 محترف برا دي كمان مشكلة لازم تتحل عشان نكون عندك منتخب قوي هل إحنا مش قادرين نطور من مسابقات المسابقات الولاد الصغيرين سني 9 سنين و10 سنين معلش أنا بتكلم 10 سنين عشان كمان في 20-30 هم دول هيكون منتخب مصر إحنا بنبص على ده ولا بنبص بس أصل خرج عمر السلية ونزل المهند لاشين أصل عمر مرموش بلعب يمين فهو حطه شمال طب مصطفى محمد ما رحتلوش كورة لو هنفضل ندور حوالين الكلام ده هنفضل مكاننا أنا بتكلم كلام من القلب علشان نصلح ده مش هتصلح من فوق هتصلح من تحت أنا بتكلم للمستقبل بتكلم للمستقبل للبعيد عندنا 26 وعندنا كاس العالم 30 وعندنا 34 يعني عندنا لسه حاجات جاية عندنا كاس أمم أفريقية جاية واللي بعديها واللي بعديها طب إحنا هنفضل دايرين في هذه الحلقة المغلقة هنفضل نشتم في بعض كتير على السوشيال ميديا هنفضل نهري ونعيد ونزيد في كلام ما بيعليش لكن بيوطي